السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو الثالث من منهج السيسي ان بي الجديد راوت 3101 في الفيديو اللي فات وقفنا عند الطايمرز وقلنا هنتكلم عنها في الفيديو ده نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونسأل انا ليه محتاجة غير الطايمر ليه؟ تعالى كده اتخال معي راوتر واحد موصل براوتر اثنين علشان راوتر واحد يتأكد ان راوتر اثنين لسه موجود في النتورك راوتر اثنين بيبعت hello كل مدة معينة المدة دي 60 ثانية في الوضع الافتراضي يعني default hello interval 60 ثانية اتخال معي ان راوتر واحد مش هيتأكد ان راوتر اثنين مبقاش موجود غير بعد 3 دقايه كاملين ليه بقى 3 دقايه؟ لانه لو راوتر اثنين مبعتش hello راوتر ثلاثة هيستنى 60 ثانية وكمان 60 وكمان 60 فبعد 3 ثلاثة مرات hello بيبتأ يعتبر ان راوتر اثنين مبقاش موجود فانا محتاجة اسرع المعلومة دي معلومة ان راوتر واحد يكتشف عدم موجود جاره محتاجة اسرعها عشان يبقى عندي حاجة اسمها fast convergence فالمفروض ان انا غير التايمر على الانترفيس دي علشان اقدر اعرف ان راوتر اثنين مبقاش موجود في وقت اقل من 3 دقايه مثلا مثلا لو كتبت هنا اثنين يبقى انا محتاج الهلو كل سانيتين وكتبت هنا ستة يبقى انا هعرف ان راوتر اثنين مبقاش موجود غير بعد 6 ثواني تعال نرجع للتوبولوجي بتاعتنا وانا هغير طبعا انا يعني المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات بعد ما افلت اللاب هنج فطفى فانا عيدت الconfiguration كلها تاني على الجزء ده كده 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 وعملت AGRP بس عملت قيبهات و AGRP فقط فانا هغير دلوقتي الهلو والهولد داون تايم على الانترفيس دي بص معي في حاجة كنت عايز اضيفها هنا انه راوتر واحد وراوتر اثنين لما انا اكتب الهلو والهولد داون تايم على الانترفيس باعت راوتر واحد اللي بيستخدمهم راوتر اثنين ازاي بقى راوتر واحد هو بيبعت الابديت او بيجي وتعرفه على بعض بيقوله ابعتلي الهلو كل سنتين لانك لما بعتش لمدة 6 ثواني انا هعتبر انك مش موجود فانا هنا على راوتر اربعة كنت بجرب كونف 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 تي انترفيس سيريال زيرو سلاش زيرو اي بي اي اي ج ار بي اي بي هلو اي بي هلو انترفل للاي اي اي ج ار بي او لطنما السيستم 10 خليها كل سنتين اي بي هولد داون للاي اي اي ج ار بي 10 خليها 6 ثواني لما تجي بقى نرجع كده ونشوف show ip eigr b انترفيس details وهيجي باللوب باك انا عايز سيريال سيريال ايوه بص سيريال زيرو سلاش زيرو الي احنا غيرنا عليها الهالو كل سنتين اي وسيريال 0-1 كل 5 ثواني اللي هو الوضع الافتراضي بتاع الوان connection ال T1 Ethernet ال T1 أو Ethernet كل 5 ثواني ال T1 اللي هو السيريال اللي هو ال T1 دي اللي هي 1.5 ميجا الوان كل 60 ثانية واللان كل 5 ثواني لكن DT1 دي 1.5 ميجا فهو بيقولك ال default بتاع كل 5 ثواني ودي اللي احنا غيرناها كل سنتين تعال بقى وريد حاجة دوش او مفيش هنا دو show IP EGRB neighbor بص معايا ال neighbor احنا غيرنا ال neighbor اللي ناحية من روتر 6 صح اللي ناحية روتر 6 فال neighbor اللي ناحية ده روتر 6 فال neighbor اللي ناحية روتر 6 هنا اللي هو ال IP بتاعه 6 ده نعمل كده ونقوله ونشوفها تاني هتلاقيه ما بتقلش عن 10 لو جابت 9 يبقى فيه hello فهي 14 13 بتتجدد مع كل hello فاحنا لو جينا هنا وعملنا shut down بص بقى هنا هتلاقيه هتلاقيه شوف نزلت العشرة بعد كده 9 8 6 6 وهيكتشف انه في الاخر ما بقاش موجود هيقوم يلغي ال neighbor لغى ال neighbor الفرق كل يقديه كل سنتين طب هو ليه طول اصلا هو طول علشان فيه حاجة اسمه flash timer وفيه حاجات كتير كده كنا اخدناها في CCNA فيه 4 time اللي هو hello وال hold down وال dead interval وال flash timer بيستنى عليه جزء من الوقت علشان يتأكد انه فعلا ما بقاش موجود فانا هعمل هنا no shot وارجع ال neighbor shape تاني واتمنى تكون الفكرة نفسها وضحت والهدف منها بعد كده هنتكلم في load balance في المثال اللي قدامنا ده افضل مصار من router من الشبكة 16 1 ل 16 2 هو المصار اللي في النص ده ده اقل واحد في المترك او في الاعلان يعني فانا عندي فكرة load balance على equal cost ان انا يبقى عندي equal cost load balance ال AGRB في الوضع الافتراضي بيعمل load balance على 4 equal cost الامر اللي اسمه maximum لو انا عندي اكتر من 4 4 link يعني يعني راوتر وموصل على راوتر تاني وده 1 2 3 4 link 4 link مختلفين لكن هما متساويين في المترك فيقدر EGRB يعمل load balance عليهم كله ده الوضع الافتراضي لو انا عايز 2 بس من ال4 هكتب maximum 2 لو انا عندي اكتر من 4 معايا up to 32 equal cost راوت في ميزة بقى في EGRB انه بيعمل unequal cost يبقى انا عندي في load balance حكتين load balance متساوي load balance متساوي وده بغير في عدد المسارات اللي هيعمل عليها load balance يعني يستخدم 1 2 3 4 5 6 تلحد 32 مصار هغير في القيم دي ازاي بالامر اللي اسمه maximum bath وحط هنا عدد المسارات اللي انا عايزه يعمل عليها load balance في حالة انها كانت متساوية الامر الامر التاني اسمه viruses ده بقى بيعمل unequal load balance بصها cd فكرة virus study هيعمل ايه في الفكرة دي الراجل ده هيجيب افضل مصار هنا بيساوي كام 5 زائد 5 ساوي 10 زائد 10 بيساوي 20 فيقوم جايب العشرين دي ويدربها في اتنين فتطلع 40 يقوم بقى ياخد يعمل load balance على كل المصارات اللي اقل من ال 40 فيبقى عندك ده 20 المصار الاساسي والمصار التاني 5 و 15 و 20 يبقى 30 يبقى ده هيدخل في routing table ايوه بالضبط ده 45 ف مش هيبقى هيبقى موجود في typology وده 40 هيبقى 50 هيبقى visible successor هيبقى visible successor 50 ده لانه بتحقق فيه الشرط بتاع الفيزابلتي condition في الاول اللي انا عايزك تعرفه من الامر انه بيجيب افضل مصار ويقوم ويقوم عمل ضرب في 2 ليه 2 لانه كتبت هنا 2 لو كتبت 3 هيجيب 20 في 3 بتساوي كام 60 لو كتبت هنا 3 هيقوم جايب افضل مصار اللي هو 20 في 3 بتساوي كام 60 هياخد كل المصارات اللي اقل من 60 هيقوم ياخدهم كلهم يوزع عليه يبقى دي ميزة في ال EGRB ان هو بيعمل ايه بيعمل الاقوال load balance يبقى انا عندي في load balance واحدة في مسارات متساوية وبقدر احدد عدل المصارات بال maximum path ووحدة اسمها الاقوال load balance بتتحدد بالامر اللي اسمه viruses في بعد كده authentication authentication يعني دي دي سلايد بتشرح authentication ازاي يعمل authentication اول حاجة بتعملها k chain وبتدي لها اس وبتعمل مفتاح وبعد كده بتعمل الكلمة السر بص المثال اللي هو انا احطه هنا وتعال نشرح عليه اول الحاجة هو عمل k chain راح كده اشترى سلسلة وحط فيها مفتاح سلسلة فيها مفتاح ده مفتاح وده مفتاح كمان وده مفتاح كمان ده كمان 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 بس هو هنا حط مفتاح واحد كمان وبعدين بقى المفتاح هتلاقي فيه شكل كده مش هرشر اللي هو ايه بيفتح الباب اللي هو k string ده شكل المفتاح ولازم يتطابق في الراوتر التاني الاجربي بيعمل authentication بيعمل ايه authentication مش تشفير التشفير اسمه encryption ده authentication يعني بيضمن ان الشخص الراوتر اللي هيتواصل معه هو الراوتر اللي المفروض يتواصل معه لكن مش 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 encryption يعني مش بيشفر البيانات عشان تشفير البيانات حاجة غير authentication خالص يعني تعالى نجرب مع بعض في التوبولوج بتاعتنا نعمل authentication between router 4 و router 5 نقفل ده ونخرج من هنا ونقول R5 انا كنت في R4 صح router 4 وهخش اقول كنت في T تعالى بقى نشوف هو بيقول ايه بيقول لك اول حاجة تعملها هي ال keychain وتحط فيها مفتاح وتعمل كلمة السر تعالى نعمل keychain key اه صح key اه في key map عشان كده ما بيدوس شتاب keychain وهنسميها وليكن مثالا مثالا احمد وقول له key 1 key 1 هعمل key 1 وقول له key string key string وليكن مثالا 1 1 2 3 4 5 6 طبعا انت لما تيجي تشتغل في شغلك الحقيقي واتعمل الباسورد كده تبقى كارتة يعني بصراحة انا لو مدير الشركة واتشفت الموضوع ده منك هتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني مشكلة بالنسبة لك عشان انا هرفضك في الموضوع ده الوقت انا عملت الباسورد دي وعملت الكيتشين لكن ملهاش قيمة تعال بص احنا هنروح على روتر X كده ونروح على روتر كام روتر 5 ونعمل كيتشين برضه هقول له كيتشين كيتشين بس انا مش هسميها احمد انا هسميها سامي انا اسمي احمد سامي دي لها اسم ودي لها اسم لكن لازم الكي اللي هو كي 1 يبقى هو هنا كي 1 برضه لانه هستخدم كي 1 في الاسنتيكيشن كي سترينج ومن واحد لستة برضه طيب انا كده عملت الكي هل هي شغالة لا هي مش شغالة لازم علشان تشغالها تخش على الانترفيس وتفعل الاسنتيكيشن على الانترفيس روتر 4 روتر 4 موصل بروتر 5 عن طريق السريال 0 1 تعال بقى ندخل هنا انترفيس سريال 0 1 وقل اب اثنتيكيشن اي 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 ج ار بي صح اب اثنتيكيشن كي تشين كي تشين وبعدين اي اي ج ار بي عشرة وقل اسم الكي تشين خد بالك اسم الكي تشين هنا كي سنستيف انا على روتر 5 عملت الكي تشين اسمها سامي خد بالك اس كابتل والباقي سمول لكن انا عملت الفوق دي اي كابتل لتر كلها فالموضوع هنا كي سنستيف يعني اسم الكي تشين لازم يكون هو بالضبط بعد كده اب شوف النيبر دون اب اثنتيكيشن اثنتيكيشن وبعدين في امر تاني اب اثنتيكيشن mode egrb mode egrb 10 md5 والmd5 hash الموضوع هنا كله اثنتيكيشن زي ما بأكد اكس كده ونرجع بقى نروح راوتر 6 اسف قصدي نروح راوتر 4 نروح راوتر 4 هتلاقي النيبر مش موجودة يعني لما تكتعمل دو show ip eigrb neighbor مش هتلاقي النيبر اللي هو رقم 5 ليه بقى عشان رقم 5 بقى بيستخدم authentication وما وما هش واثق في راوتر 4 انه اده فعلا راوتر 4 فانا ها ام داخل الانترفيز بقى اللي هي serial 0 slash zero على راوتر اسف serial 0 slash one على راوتر 4 واقول له md5 كده ip authentication ip authentication mode eigrb 10 md5 وبعدين اقول له ip authentication تاني واستخدم الكيت chain تعالى نشرح الحرك على الايه على البرزنتيشن بص بيقول له ايه استخدم authentication للمود eigrb من md5 md5 d hash algoritm وبعدين قال له ايه اعمل authentication باستخدام الكيت chain مع eigrb اللي الاتونوم السيستم بتاعه وان ده اسم الاتونوم السيستم والكيت شين اسمها ده على هنا بقى بص كده في الرجل ده k-chain d اه بعدها eigrb وتلم السيستم 10 واسم الكيت شين هنا شوف اسم الكيت شين اللي هو كان احمد وكلها capital المفروض كده النابل شب ترجع تاني اه شوف النابل شب new adjacency الكيت شين على روتر 4 اسمها احمد والكيت شين على روتر 5 اسمها سامي فين 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 اسمها سامي يعني الكيت شين اسمه مش مهم اسمه ده internal جوه الراوتر لكن اللي يفرق مع الراوتر هو الكي وان وشكل الكي في optional انك تقدر تعمل optional comment تعال ندخل تاني k k chain او ماش هنا exit k chain k chain اللي اسمها احمد وبعدين هخش k1 k1 وبعدين تعالى نعمل استفهام فيه هنا حاجة اسمها send lifetime وaccept lifetime هي مش موجودة في presentation لكن ايه بقى عارفها يعني هو الموضوع هو كده authentication شغال مفيش اي مشكلة لكن authentication شغال علشان k string اللي هي اللي احنا كتبناها كانت من 1 ل 6 احنا ممكن نعمل شو كده نرجع كده ونقول شو k chain تقريبا k k k k k chain بس k chain بس فيها مفتاح واحد ودي كلمة السر بيقولك accept lifetime always valid دايما شغال دايما شغال دايما شغال من دلوقتي send lifetime دايما شغال دايما شغال دايما شغال تعال نكبر دي كده شوية و و نشوف الكلام اللي فوق accept lifetime والsend lifetime يعني انا هستخدم المفتاح ده في الاثنتيكيشن وانا ببعث البيانات او هستخدم المفتاح ده في الاثنتيكيشن وانا بستقبل البيانات ما يبقى انا ممكن يكون عندي في سلسلة المفاتيح عندي مفتاح بستقبل بي ومفتاح تاني ببعث بي والمفتاح ده شغال لمدة مثلا ساعتين او او اسبوع او اي وقت معين يعني بعد الوقت معين الروتر يقدر يستخدم مفتاح تاني او مفتاح تالت او مفتاح رابع او يتغير يعني على مدار السنة مثلا كل يوم فيه مفتاح شكل لكن ده ابسط انواع الاثنتيكيشن اللي احنا عملناها واللي هي في البرزنتيشن دي ان انت هتحط باسورد بس ويتأكد ان الروتر واحد موصل فعلا بروتر اثنين وفيه باسورد بينهم هنا بتتبعد لكن الميزة بقى في الموضوع الاكسبت لايف تايم والسند لايف تايم ان انت تقدر تعمل باسورد لمدة معينة من الوقت يعني مثلا النهاردة فيه باسورد وبعد بقرة فيه باسورد تاني وبعد يومين كمان فيه باسورد تالتة او ممكن تعمل باسورد تشتغل لمدة ساعة وكل ساعة بقى فيه باسورد جديدة وهكذا فده موضوع ايه يعني تبقى عارفه لو احتكتو في يوم من الايام يبقى انت عارف ايه الفكرة والهدف منها اياج اربي اوفر الوان الفيديو هنا اثنين وعشرين دي هنكمل اياج اربي اوفر الوان انا سيبلك البرزنتيشن تقراها لكن احنا هنستخدم هنا في التوبولوجي بتاعتنا دي عندنا هنا اثنين توبولوجي فيها اثنين وان واحد ما بين راوتر خمسة و راوتر تو واحد ما بين راوتر اثنين و راوتر واحد و راوتر يعني دي شغالها hub and box زي ما خدنا في ccna و دي شغالها point point انا ممكن في الحالة بتاعتي ممكن استخدم هنا طبعا انا هنا مضطرة استخدم دي point to point لان ما فيش غيرهم بقصة بعض في راوتر واحد تقدر تستخدم to mode mode اللي هو point to point وتعمل هنا sub interface واحنا هنشتغل دلوقتي على sub interface وتقدر تعمل point to multi point يعني هو ده طبعا layer 2 اصلا الفكرة بتاعت الفيرم اللي اي دي layer 2 encapsulation فيبقى تلاتة راوتر راوتر واحد و راوتر اثنين و راوتر تلاتة موجودين في نفس ال subnet mask كلهم ماخدين IP واحد لكن هتبقى هتقابلك مشكلة اللي هي بتاعة ال update مشكلة لسبريت هورايزون تعالا نعمل كده و نشرح لك مشكلة لسبريت هورايزون لسبريت هورايزون قاعدة بتقول ان دي كانترفيس لما تستقبل معلومة ما ينفعش تخرجها من نفس الانترفيس اللي انت استقبل تعمل عليه يعني راوتر تلاتة هيبعت update عن كل الشبكات اللي هورا دي لما راوتر تلاتة هيبعت update الupdate يدخل منين ما ايوه من الانترفيس اللي هي serial 0 slash 0 مش هيخرج تاني ايوه بالزبط فروتر اتنين مش هيعرف اي حاجة خالص عن الشبكات دي وروتر تلاتة مش هيعرف اي حاجة خالص عن الشبكات اللي وراء راوتر اتنين خالص لان الupdate برضو هي نفس المشكلة هيدخل من هنا وفمش هيطلع طب ايه الحل الحل حاجتين اما انك تيجي على الانترفيس دي وتقفل لسبريت هورايزون تقوله انه بسبريت هورايزون او انك تعمل تجيب الانترفيس دي وتقوم قسمها الاثنين اثنين انترفيس لما تقسمها الاثنين انترفيس وتشتغل بالسب انترفيس وتعمل بقى point point برضو بس على السب انترفيس فييجي الupdate يدخل من السب انترفيس اللي موصلة معك ويقوم ايه ويقوم يطلع من السب انترفيس التانية كده الupdate وصل والعكس صحيح برضو هيجي الupdate بتاع راوتر 3 يدخل من السب انترفيس بتاعته ويطلع من الانترفيس التانية والسب انترفيس اسهل في الترابل شوت لانت بتبقى كاتب على الانترفيس التسكريبشن بتاعها هي وصلة بانهي راوتر او انهي فرع اه الدلسي المش حارف ايه فهتلاقيها اسهل اكتر في فكرة انك تعمل ترابل شوتنج يعني تعال احنا على الترمنال سيرفر بتاعنا ندخل راوتر واحد خلينا احنا راوتر 4 وروتر 2 خلينا في راوتر هنا كده راوتر 5 راوتر 5 اه على الانترفيس سيريال 0.0 هقول له انكابسوليشن فريم ريلي وبعد كده هستنى هشوف هيقول له ايه شو دو شو فريم ريلي بي 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 سي لس او بي بي سي جاتني بي بي سي اهي اللي فيها رقم الدلسي بتاعي الدلسي بتاعي الدلسي بتاعي كام بخمسمية واثنين والحالة اكتف بس الحالة اكتف ازاي يعني المفروض ان راوتر 2 مش شغال ايه مش شغال بتاعنا كده راوتر 2 اه انترفيس او معلش يا جماعة ااسف على اللمبة واحد شان الكهرباء قطع اصلا وانا شغل على اللمبة طبعا انت هتسألني الكهرباء قطع ازاي وانت شغال امكانيات بقى مش ايه ايه يعني ولا زاي زاي اه تعاكد اعمل دو الشوران يالله السيريال دي 0 على 1 سيريال 0 على 1 ما فيهاش انكافسوليشن فريم رلي وما اللي زاي اكتف انكافسوليشن فريم رلي دي دو بليكس مسماتش ايه كذا كذا ام 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 طيب احنا ممكن نعمل كده ونقول له نو cdb log mismatch duplex بس كده مش هل يطلع الامر نو cdb log mismatch duplex عشان الرسالة دي ما تطلعش فدلوقتي يدو show frame bvc bvcd 205 وحالتها inactive وكانت فوق active status active سبحان الله طيب المفروض ان انا دلوقتي عندي بوينت بوينت عملت encapsulation frame relay واستقبلت الرسالة بتاعت lmi طبعا اللي اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي ومش فاكر اي فكرة دلسي والframe relay والقصة دي حاول ترجع لأي فيديو بيتكلم عن frame lay والccna يعني الناس كتير شرحوها فيه يعني شرحات كتير جدا جدا على الانترنت للccna والوان تحديدا وتفتكر الفريم relay اصلا وبعدين تيجي تكمل الفيديو ده فانا الوقتي عندي bvc بتقول 205 من على روتر 2 و502 من على روتر 5 فهاجع الانترفيس serial 0 slash 1 وقل له ip address الرنج بتاعهم كان بقى 10 10 25 0 10 dot 10 dot 25 dot 2 و slash 24 طبعا احنا هنا يعني ايه عاملين سكيمة للآيبهات بحيث انها كلها ستاشة 24 علشان روتر 5 واخد رقم 5 في كل الانترفيس بتاعته المتوصلة مع الناس يعني لو جدت تعمل كده دور شو آي بي انترفيس بريف ده روتر 2 فهواخد رقم 2 في كل الحالات المفروض بقى اجي اعمل ايه دو دو شو آم فريم ريلي ماب ايه الماب دي برضو انت محتاج ترجع ليه السي سي ان ايه وتذاكر الفريم ريلي فهنا في ماب عملت اتنين خمسة خمسة اه انا كنت عمل ايبهات اصلا فالراجل هنا لما عملنا احنا بقى ايه تشغلنا الفريم ريلي فراح شغل حاجة اسمها انفيرس عرب الانفيرس عرب ده عكس الارب عارف الارب بروتوكول الارب بروتوكول بيعمل ايه لما تيجي حضرتك هنا لما يجي راوتر ستة ده يبعت بيانات من على السويتش كده لراوتر خمسة مثال يعني لما يجي راوتر ستة يبعت البيانات لازم هيعمل لها انت كابسوليشن في الارتو فراوتر ستة لما تيجي انت تقف على الراوتر ستة وتعمل بنج على الاي بي بتاع راوتر خمسة انت معك الاي بي اللي هو الارتو ادرس لكن راوتر ستة بقى ممعهوش الارتو ادرس علشان يينكابسوليشن البيانات لحد راوتر خمسة فبيعمل عملية اسمها عرب ايكويست بيبعت بروتكاست ويوصل لكل الناس بحيس ان راوتر خمسة يرد بالماك ادرس بتاعه يقوم راوتر ستة يسجل الماك ادرس ده في الارب تابل بتاعه بتاع راوتر ستة يعني وبعد كده كل ما يحتاج راوتر خمسة يقوم يعمل انكابسوليشن بالايه بالماك ادرس بتاع راوتر خمسة الفكرة اللي انا عايز اقولها ايه ان راوتر ستة علشان ما كانتش يعرف الماك ادرس بتاع راوتر خمسة في اول مرة فعمل عملية عرب ريكوست طيب عمل عملية عرب ليه عشان هو معي ليرت 3 ادرس ومحتاج ليرتو الماك طيب في الحالة الفريم ريلي انت معاك الليرتو ادرس اللي هو الدلسي اللي هو الدلسي فين اللي هو ده انت معاك منين لانه الفريم ريلي بيبعث لك رسالة اسمها LMI فيها راقم الدلسي اللي انت بتاع البي في سي اللي انت متوصل به مع راوتر اتنين فانت كده بقى كراوتر خمسة معاك الليرتو ادرسنج بتاعك فمحتاج الليرت 3 طب هتعمل الليرت 3 ازاي هتعمل عملية عكس الارب دي احنا بنسميه انفيرس ارب الارب المعكوس يعني بتروح بقى انت معاك ليرتو بتروح تبعات رسالة وتجيب الليرت 3 ادرس ويتشتغل معا وتعمل مابينج ما بين الليرت 3 ادرس و الليرتو في كلمة برودكاست دي احنا كنا بنقول على الفريم ريلي نان برودكاست مالتي اكسس لكن هو مفهوم الفكرة ان انت لو احتاجت تبعات برودكاست على اللينك انا قلت في اول فيديو ان دي نان برودكاست مفيش مفيش عليها اصلا برودكاست يعني احنا ما عندناش رقم دلسي بيشاور على كل البي في سيز حتى لو انت عندك هنا 10 بي في سي مفيش رقم دلسي بيشاور على يعني ابعت لكل البي في سيز لا مفيش طب لما تحب تبعت رسالة من نوع برودكاست استخدم الدلسي ده وانت بتبعت على البي في سي دي يعني الدلسي ده هيستخدم برودكاست في حالة انه محتاج يبعت برودكاست وهيستخدم ميونيكاست واستخدم مالتيكاست واستخدم كل حاجه هو الدلسي ده تعال بقى نعمل اللمبة دي مش هايزة تثبت ليه تعال نعمل بقى الكونفيجريشن نجيب الصورة دي كده ننزل دي ده نجيب الصورة دي كده ونعمل الكونفيجريشن دي بقية الفيديوهات لسه مرفعناهاش نعمل بقية الكونفيجريشن على بقية الرواتر راوتر واحد تعال ندخل راوتر واحد اروان ام شورا كده نشوف ايه احنا كنا عاملين ايه شورا يلا يلا شورا ايه انا حاطت ايبهات بس ولسه مش مشغل ايه جاربي بمناسبة ايه جاربي ستة اكس ار تو ادوش شورا بيجن راوتر ايه ايه احنا اعلننا على اتنين ستة و اتنين و خمسة اتنين ما اعلنناش عن اتنين خمسة تعال نشغل ايه جاربي على الفريم اول والد كارد ماسك مش مشكلة يعني واحد اتنين تلاتة اتنين خمسة و خمسين و اه انا كنت شغلت على راوتر خمسة شوف كده عامل نيبر شب مع راوتر خمسة دوشو 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 اي بي اي اي جاربي نيبر فمفروض راوتر خمسة موجود مرتين مرة من على الفاصل زيرو سلاش زيرو و مرة من على السريال زيرو سلاش وان اه لو حبينا نشوف الراوتنج تيبل دوشو اي بي راوت اي شو اي بي راوت هنا هو هنا هيجيب كل الراوتنج انا عايز الاي اي جاربي بي بس طبعا هو شايف كل الراوتنج من الفاصل عشان الفاصل اصرع فاحنا لو نكون فتي انترفيس فاصل زيرو سلاش وان قلنا له باندوتس 512 وبعدين قلنا له انترفيس فاصل زيرو سلاش زيرو قلنا له باندوتس 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 512 افتكر كده يغير في القرار بتاع شو اي بي راوت يا سريع اكيد في حاجة غلط في البرنامج ده اه شورا اه شورا او ممكن يكون مستني الابديت مثلا انترفيس انترفيس فاصل زيرو سلاش زيرو واندوتس باندوتس 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 512 دوشو اي بي راوت اخر حالة كان بياخدها هي فعلا اه اه كده اخد السريع صح كان انا مخدتش بالي ان فيه لينك تالت من ناحية راوتر ستة سبحان الله يعني واحد على سفر واحد على سفر وعدنا نغير في الدنيا كلها بس هو المفروض اصلا كان ياخد اه السريع من الاول يعني عشان ولو اننا غيرنا اكتر خلنا متنميجة وتقريبا ما صدقناش يعني فاحنا كده قللنا الباندوتس بتاعت السريع بتاعت الفاصل اثرنت فغيرنا في حسابات الميتريك بتاع الاياجة ار بي وخلنا اخد السريع بدل يعني المفروض الاياجة ار بي هنا على لوطر اتنين كان بياخد المصار ده كده او بياخد المصار ده كده او بياخد المصار كده على طول فلما غيرنا احنا الباندوتس على الانترفيس فخلنا ياخد المصار ده من السريع لزير وان احنا كده شغلنا احنا كده شغلنا ياجار بي على الفريم ريلي فكرة انا هنا عملت انكابسوليشن فريم ريلي على الانترفيس دي وانكابسوليشن فريم ريلي على الانترفيس دي فالفريم ريلي سويتش بعتلي ال LMI اللي فيها الدلسي وبعتلي ال LMI اللي فيها الدلسي حطيت IP على الانترفيس وحطيت IP على الانترفيس فالفريم ريلي يشغل اوتوماتيك حاجة اسمها انفيرس عرب اللي احنا حكناها من شوية بعد الانفيرس عرب جابلي عملي حاجة اسمها مابنج وبعدين عملت على الفريم اللي عملت ادفرتايز اللي يجعر بي على الفريم اللي من هنا وادفرتايز اللي يجعر بي على الفريم اللي من هنا راوتر راوتر واحد مش عنده اي اي حاجة خالص عن السريل او اي حاجة تعالنا نشتغل point to تستحب نشتغل point to point ولا point to multi point مش هعرف تعال نجرب البوينت ومالتي بوينت عشان تبقى ايه familiar بالموضوع conf t لانك لما هترجع لل e hrb بتاع CCNA هتلاقي ان هما بشرحوا البوينت و بوينت و بوينت على sub interface فتبقى استفاتي دي واستفاتي دي احنا هنغير بقى هنا يعني مش هنستخدم ده ومش هنستخدم ده هنستخدم ip اسمه 10 10 1 2 3 0 وندي روتر واحد رقم واحد وهكذا interface serial 0 slash 0 ip address 10 dot 10 dot 1 2 3 dot 1 و slash 24 برضه dot 0 ونشط in encapsulation frame relay وتعالى نروح روتر 3 روتر 2 اسف router 2 do show run section interface ايه الامر اللي انا كتبته قلت له اعرض لل section بتاع ال interface بس من كل الشوران يعني محطوط عليها ip address 1 2 اتنين فاحنا هنغير ده برضه كده هنغير ده ونقول له كده واحد اتنين تلاتة رقم اتنين ونقول له encapsulation frame relay ونروح ونروح روتر 3 r3 وندخل على interface serial 0 slash 0 اهو conf t interface serial 0 slash 0 وبعدين نعمل ايه بقى نفس الكلام encapsulation frame relay ونقول له d كده ip address لا عايزين بعداركم ثلاثة no shutdown احنا ما عملناش no shutdown للانترفيس بتاعت روتر كده r2 no shutdown وراوتر واحد ازروفه وعملنالها no shutdown طبعا نعمل نتأكد من frame relay do show عنا على router 2 هنا اه ماشي على router 2 do show frame relay bvc مفروض عندي bvc اللي هي كانت 502 و 205 لو ده افتكر في المرة اللي فاتت اي 205 وعندي 201 دي تقريبا مع روتر واحد وعندي 205 اه do show frame relay map عشان نشوف الانتفيرس عرب اشتغل do show frame map map عندي 2 ماب وحدة مع 123 1 دي وعندي وحدة مع 25 و تمام تمام هندخل بقى eijrb router router eijrb 10 ونعمل advertise عن network 1 2 network 10 dot 1 2 3 0 0 ونروح لروتر 1 xr1 ونقول له router eijrb 10 network 10 dot 10 dot 1 2 3 3 0 ونروح لروتر 3 ونكرر نفس الامر router eijrb 10 network 10 dot 1 2 3 0 تعالا بقى نعمل ايه do show اه ايه ده ايه اللي انا قلته no احنا كنا راوتر واحد وراوتر اثنين مفروض ندخل راوتر ثلاثة مش حد يقول لي يا جماعة راوتر ثلاثة ونقول له router eijrb 10 network 10 dot 10 dot 10 1 2 3 0 اه احنا كنت هنا كاتب ال pre configure نعمل كده ونقول له router 3 نمسح دول ونقول له هنا 3 كده عشان ايه ما نعودش نكتب كلام كتير ونضيع وقت الفيديو فهنا ال configuration جاهزة هي كده كده شوفت ازاي احسن حاجة في الدنيا بس خد بقى لك انت بتعمل كوب بس تفتكر بقى اه كده هات روتر واحد r1 بص بقى احنا هنا عملنا على روتر 3 advertise عن الشبكات اللي وراه دي كلها يبعتها لروتر اتنين مفروض روتر اتنين يبقى شايف عشرة تلاتة احنا دخلنا على روتر واحد انا لو عملنا اه طبعا نقود summary وعملنا do show do show ip route نتلاقي روتر واحد انا هطلع معلومات كتير ليه خلاص يا عم بكل ده routing table اه طبعا لما تشتغل معي تبقى تعمل summarizing فاحنا هنطلع بس include include 10.3 فدي الشبكات اللي 10.3 روتر واحد شايفه تعالا نروح روتر اتنين R2 ونعيد نفس الامر ده نعيد نفس الامر ده كده تكتشف انهم مش شايف اي حاجة عن 10.3 خالص ولا يعرف عنها اي حاجة ليه بقى عشان فكرة لسبريت هورايزون اللي انا كنت حكيت لك عنها من شوية ان ال update بيت بعد كده لكن ما بيطلعش يعني مفيش يطلع دي ما ممنوع فلو انت اشتغلت point point هيبقى الموضوع بالنسبة لك سهل لكن انت بقى محتاج تعمل ايه دلوقتي انترفيس serial 0.0 وتقول له نو سبلت هورايزون نو سبلت هورايزون نشوف البرزنتيشن فين فين نو سبلت هورايزون نو اي بي سبلت هورايزون نو اي بي سبلت هورايزون او 10 احنا كده قفلنا الاسبلت هورايزون على الانترفيس بتاعت serial 0 على 0 دي فنروح بقى ايه اللي احنا قلناها نشغلها هنا احنا نروح روتر واحد R1 وندخل في الانترفيس serial 0.0 ونقول له الامر ده تاني فكده المفروض روتر اتنين بقى لما نرجع عن روتر اتنين R2 ونكرر الامر اللي كنا عملناه من شوية اللي هو ده يتلاقيه يكتشف ان فيه حاجات جات من روتر 3 في البرزنتيشن بيشرح لك انك تعمل المالتي هوب على الساب انترفيس وبرضه هتحتاج تقف الانترفيس على الساب انترفيس اللي انا عملته دلوقتي ان انا حولت دي كده سويتش والابديت طلع من هنا دخل في الانترفيس دي ولما عملت طبقت الامر اللي هو نو سبريتورايزون انا مظلل عليه ده على الانترفيس بقى روتر واحد بقى يعدل انترفيس تاني يعدل البيانات او يخرج الابديت تاني من النفس الانترفيس ادخلت منها وبقى احنا كده طبقنا البوينت بوينت والبوينت ومالتي بوينت واتمنى تكون استفدت الموضوع يعني ونوقف الفيديو ده علشان طول واستأذنكم ونتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله تكون استفدت ولو في اي سؤال حط في كومنت وانا ان شاء الله موجود اجاوبك على كل اسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة